هوي بريس نحو إعلام هادف على حسابه في فيسبوك المدرسة يا سادة ليست فضاء سياحيا مفتوحا ولا مكانا للهو بقدر ما هي فضاء للتربية والتنشئة الاجتماعية وفق النموذج الحضاري الذي ينشده كل مجتمع ويتوق إليه وتابع الصمدي لقد دخلت جامعة في ولاية دلاص الأمريكية فكان أول وثيقة تسلمتها في ملف الزيارة ميثاق قيم المؤسسة حتى أطلع عليه وأحترمه قبل الزيارة مردفا وزرت جامعة في ماليزيا وأخرى في بلاد البلقان فخلعت نعلي عند مدخل قاعة الدرس كما يفعل كل طلبة الجامعة تماما كما هو الأمر عند الدخول إلى المسجد في رمزية روحية لا تخفى أما في بلادي حسب الصمدي فقبل سنوات دخل كائن غريب إلى مؤسسة تعليمية بمدينة شفشاون المعروفة بمحافظة أهلها على قيمهم وأصولهم الثقافية والأخلاقية والدينية مما أثار حفيظة الأسر والأهالي والمربين على حد سواء وأكد الصمدي أنه اليوم يسوق نموذج آخر بمدينة مراكش حسب المصادر الإعلامية دون أخذ نموذج التنشئة المجتمعية المغربية بعين الاعتبار دون أن يكون لذلك علاقة بالانفتاح المفترى عليه موضحا أنه من المفيد جدا أن الصديفة الأبطال في مختلف الميادين ونحتفي بهم في مؤسساتنا التعليمية لكن في المدرسة كما في المسجد ينبغي احترام عادات وتقاليد وقيم البلد عوض خرمها بالنموذج النقيد مظهرا ومخبرا ثم تساءل الصمدي في آخر منشوره ألا ترى أن الأجانب إذا أرادوا زيارة معلمة دينية لبسوا لباسا خاصا محترما يليق بالفضاء والمقام لا فرق في هذا بين المسجد والمدرسة فكلاهما فضاء للتربية والتعليم بل ومكان للعبادة أيها الكرام